السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وسألوم بكم معنا في درس جديد نظرة على ميكروبيد بداية لا تسأل الاستراك في القناة تفيل زر الجرس حتى تسألك كل فيديو خاصة بنا واذا كلا ديكم ما يتسأل يمكنكم مضافة طريقات وسنقوم برد عليكم ان شاء الله في هذا الدرس سنتعرف على القسم الثالث من اقسام اللي بنات في الميكود الا وهو قسم موسيقى راح تلاحظ بان هذا القسم راح يميزه اللون الاحمر وبالنسبة للنسخة الثانية من الميكروبيد تم تزويدها بسبيكر وسمعات وأصبحت الأصوات أكثر وضوحة منها النسخة الأولى بداية لدينا أول لابناء في قسم موسيقى ألا وهي هاته اللابناء إذا بلاي ميلودي بالنسبة لهاته اللابناء قلنا يجب أن تكون داخل أحد لابناء تسمح لنا بتشغيل لابناء مثل أبد عند البداء عند الضغط على الزر A أو B إلى آخرين فنحن سنقوم بسحب لابناء عند البداء نقوم بتكبير اللابناء حتى ترونها بشكل أوضح ونقوم بوضعها في هذا المكان لاحظ معي هنا يقول لي play بالنسبة للميكود يعني حاليا هم يعني في عملية ترجمته هنا لك بعض الكلمات مثلا عند البداء راح تجزم مطرجمة هناك بعض الكلمات يعني غير مطرجمة يعني سيتم ترجمتهم في النسخة المقبلة هنا لدينا play معناها شغل ماذا سنشغل هنا بالنسبة لنا لما نقوم بعملية الضغط راح تلاحظ بأنه راح تظهر لك هذه الوجهة هنا يمكنك يعني تشكيل النغمة الخاصة بك فلاحظ معي بأنني لما أقوم بعملية الضغط راح تقوم هذا بسماء صوت أقوم بالضغط هنا فبهذا الشكل يعني راح تقوم هذا بعملية تشكيل النغمة الخاصة بك الآن بهذا الشكل انتهينا مثلا ستكون بهذا الشكل وهنا بيمكنك يعني ضبط الإقاع الخاص بها أو سرعة الإقاع فهنا راح نأخذه 120 بيمكنك أن تستمع إليها بالضغط هنا على play أو تشغيل لاحظ لاحظ بأن هناك سرعة معينة فمثلا أنت إذا أردت أن تكون سرعة أكبر فهنا راح تغير إذا سنقوم بتغيير القيمة مثلا إلى مائتين الآن لو أقوم بالتشغيل لاحظ فهي أسرع يعني من النغمة الأولى الآن لو أقوم بعملية تقليل منها مثلا نأخذ خمسون على سبيل المثال حتى بأنها ستكون بطيئة إذا خمسون أعفوا نمحي كامل الرقم خمسون نأخذ مثلا إثنين وثمانون لاحظ فهي بطيئة جدا لو نأخذ مثلا خمسون لاحظ فهي أقطع بالنسبة للقيمة راح تلاحظ راح نقوم فقط بإيقاف هنا الصوت راح تلاحظ بأن القيمة يعني راح تتراوح من صفر لاحظ لما أقوم بعملية الضغط تتراوح القيمة من صفر إلى غاية خمسمائة هذا بالنسبة للإيقاع هنا راح تلاحظ بأن لديك خيار في الأخير هنا لدينا انتل دون انتل دون هذه معناها أن النغمة الخاصة بك تشتغل مرة واحدة وتتوقف ولدينا هنا انتل دون والذين مكرر خلفية قلنا بأن الترجمة يعني هم حاليا يعني قوموا عملية الترجمة فنحن في هذه النسخة يعني ميك كود هي يظهر جزء يعني بالإنجليز والجزء عربي ما زال يعني لم يتم الترجمة ولكن في النسخة القادمة ممكن كل شيء يكون يظهر لديك بالعربي الآن قلنا انتل دون معناها النغمة تشتغل لك مرة واحدة وتتوقف لاحظ هنا أخذنا 500 من الأحسن تكون 120 يعني هي السرعة المتوسطة لاحظ هكذا والتوقف هذه معناها انتل دون يعني شغلها مرة واحدة وتوقف لدينا impact ground هذه أنها لما يكون لديك نغمتين وتشتغلين في نفس الوقت أنت دائما رح تجد بأن هناك نغمة هي أقرب إليك من النغمة الأخرى أو هناك صوت يعني رح يكون حجم الخاص به هو أكبر من الصوت الآخر يعني طاغي عليه ف impact ground معناها هي موجودة في الخلف يعني ليس هو الصوت الأقرب إليك أما مكررة في الخلفية معناها أنها سيتم تكرارها يعني بشكل يعني هي عكس انتل دون انتل دون تشتغل مرة واحدة أما مكررة في الخلفية رح تشتغل باستمرار لاحظ الآن لو أشغل ها الآن بدأت ستكرر نحن في النغمة الثانية الآن نغمة الثالثة لاحظ فهذا هو الفرق يعني ما بين هذه الثلاثة انتل دون تستغل لك مرة واحدة هذه تستغل باستمرار وهذه رح تكون مدى خلف الأصوات التي تستغل معنا في نفس الوقت هذا بالنسبة لهذه اللبنة الآن ننتقل اللبنة الثانية هنا بالنسبة للبنة الثانية رح تلاحظ بأنه سيوفر لنا هنا بيانو وبالنسبة للبيانو هذا يعني بإمكانك أنك تختار يعني النغمة التي تريدها لاحظ هنا آآ يجب عليك أن تقوم بإضافة لبنة ثانية وتقوم بتشكيل نوتة الخاصة بك لاحظ هنا آآ قلنا بأنه لدينا ضربة على البيانو سواء هنا انخفاض أو وسط فبإمكانك أنك تختارها يعني سوداء أو بيضاء وآآ لدينا هنا يعني النغمة لاحظ معي لو أقوم بتشغيل هذه لاحظ للصوت لديه مدة زمنية يعني يتم تشغيل فيها النغمة فبإمكانك يعني أنك تقوم بتقليلها مثلاً أقول لها واحد على استة عشر ما معنى واحد على استة عشر؟ يعني المدة الزمنية راح يتم تقليصها يعني استة عشر مرة لاحظ الآن لو أقوم بعملية تشغيل لاحظ سمعوك أنها صوت آآ يعني كانت تشغيلها يعني في الزمنة الثانية الآن سنجري مثلاً نصف لاحظ نصف هذه النصف ماذا؟ نصف هذه الأولى لاحظ الآن هذه الأولى هذه نصفها هذه ربعها ثمنها إلى آخر وبإمكانك يعني أنك تشغلها مثلاً أربعة لاحظ إذا راح تأخذ هنا أربع مرات من الواحد وهنا نفس الشيء مثل ما شرحناها أو مكرر الخلفية يعني تشغلها باستمرار أو مرة واحدة أو خلف الأصوات التي تستغل معك في نفس الوقت هذا بالنسبة لهذه اللبنة الثانية الآن سننتقل هنا إلى نغمة الرانين بالهرتز هنا هناك فرق هذه أيضاً راح يعطيك هنا بيانو الفرق ما بين هاته وهاته هو أن هنا أعطانا أنك كيف تتحكم يعني في مدة الإقاع تشغلها باكا جراند خلفية إلى آخره أما هذه اللا مباشرةً تشغلها يعني مرة واحدة وانتهى الأمر إذا أردت يعني عملية تكرار أو كذا راح تستخدم هذه إذا راح تستخدم النغمة بدون ما أنك تقوم بالضبط لأنها ممكن أن تسلم مشروع يعني لآخر يكون طفل أو لا تريد يعني أن يغير لك أنا على الإعدادات فراح ماذا نعمل بهاته اللبنة ننتقل الآن إلى اللبنة الموالية وهي رئيسة آآ فور بالنسبة لهاته اللبنة راح تقوم ماذا بعملية رئيس رئيس معناها الضبط يعني أو إعادة هنا آآ بالنسبة لهاته اللبنة راح تلاحظ بأن أيضا ميكود أن يوفر لك آآ يعني عملية آآ شرح أو كومنت يقول لك يعني آآ هنا لا يمكنك تشغيل هذه اللبنة إلا إذا كانت داخل عند البدء أو كرر باستمرار هذه ماذا تفعل راح تعيد الضبط يعني الإقاع الخاص بك مثلا أنت غيرت الإقاع مثلا وضعته واحد على ثمانية وتريد إرجاعه مثلا واحد فرح تقوم هذا بإضافة هذه اللبنة فتعيد لك ماذا الإقاع إلى القيمة التي تريدها الآن ننتقل إلى اللبنة الموالية الذين هنا سي وسط هذه اللبنة يعني هي النغمة هنا بإمكانك أنك مثلا تضحى في مقارنة مثلا أقول له إذا كانت مثلا هذه النغمة تساوي مثلا ذلك يعني أدخلت فيه النغمة وتريد معرفته هل هي سي وسط أو يعني أي نغمة من نغمات موجودة هنا فتقارن بها فهذه اللبنة رح تفيدك في أنك تقوم هذا بعملية مقارنة نغمة أخرى الآن ننتقل إلى اللبنة الموالية وهي الآن ندخل في قسم الـ هنا لدينا مستوى الصوت بإمكانك ضبط مستوى الصوت قلنا بأن الصوت رح نضبط يعني مستوى الصوت هو من صفر إلى غاية 255 مستوى الصوت يعني حجم الصوت وليس الإقاع هناك فرق ما بين الإقاع وحجم الصوت الإقاع يعني هو تلك النغمة في المينة الثانية كم ستستغل هل تستغل لك في ثانية في ثانيتين في أربعة يعني هل هي بطيئة أم سريعة أما الصوت لا الصوت يعني هل هو عالي أو هو مخافض فهنا بإمكانك يعني الضبط الصوت الخاص بك يعني من صفر إلى غاية 255 إذا أردت صوت عالي تختار 255 الصوت صفر معناها كتم يعني ليستغل لك الصوت فنحن عادة نستغل على مئة وعشرون أو يعني هو الصوت المتوسط هذا بالنسبة لي تعيين مستوى الصوت يعني في حال أنك ماذا تريد ضبط الصوت الخاص بك على مستوى معين الآن ننتقل إلى اللبنة المولية في مجموعة أو الصوت هنا لدينا مستوى الصوت هذه اللبنة دائما إما أنك تضحى مثلا داخل مقارنة داخل إيف داخل شرط يعني بإمكانك الذهاب هنا إلى منطق وتقوم بعملية مقارنة مع مع يعني أي شيء تقول له مثلا إذا كان مستوى الصوت مثلا انخفض إلى مستوى معين قم برفعه إذا كان مستوى الصوت يعني وصل إلى مستوى معين رح تصدر صوت مثلا نقول بأن الميكروبيت رح يقيس لنا صوت أو رح يرصد صوت يعني في المحيط الخاص به لما يكون الصوت مثلا يتجاوز مثلا مئة مئة معناها مثل ما أتكلم معكم مثلا هذا الصوت يعني هو يتجاوز الحجم مئة فإذا تجاوز مئة يرصد بأن شخص هناك يعني قد وصل أو دخل أو أن الباب فتح فالباب مثلا لديه قيمة معينة مثلا نقول أكبر من ثمانون معناها الباب فتح فنحن ماذا رح نرصد بأن هناك صوت وبناء على ذلك الصوت نتخذ قرار معين يعني نقوم بإنذير أو أي شيء فهذه هي يعني رح نحتياجها كثير في المشاريع الخاصة بنا لكي ماذا نقيس مستوى الصوت الآن نقوم بالذهاب إلى اللبنة المولية وإذا نقوم بأرجاع هذه اللبنة نقوم بحثفها الآن نذهب إلى اللبنة المولية وهي stop all sound هذه اللبنة رح تقوم هذا بإيقاف جميع الأصوات لعني لما نقوم بإضافتها ونريد إيقاف الأصوات يعني في المشاريع الخاص بنا فنقوم هذا بعملية إضافتها حاليا هم قلنا يقومون بعملية ترجمة لذلك رح تجد كلمات بالإنجليزية وكلمات بالعربي الآن نأتي إلى مجموعة تيمبو هنا التيمبو هنا نقصد به الإيقاع يعني هل هو سريع هل هو بطيء فأنت بإمكانك الضبط الإيقاع الخاص بك هنا بالنسبة للإيقاع رح تلاحظ بأنه رح يعطيك هنا يعني قيم فأنت بإمكانك الضبط يعني هذه الضربة في الدقيقة فمثلا أقول له مئة وعشرون هذه مئة وعشرون يعني في الدقيقة لاحظ الآن يعني يجب أن تكون لديك نغمة حتى يعني تقوم بتجريبها مثلا نأخذ هذه أحسن لاحظ الآن هذه مئة وعشرون مثلا نختار خمسون لاحظ الآن هي بطيئة لو نختار مثلا مئتين هتلاحظ بأنها أسرع فهنا بإمكانك يعني ضبط الإيقاع الخاص بك سواء أنه يكون سريع أو أنه يكون بطيء لدينا أيضا لبناء الخاصة بالإيقاع لاحظ لديك هنا تغيير ولديك لبناء اسمها إذا قلنا لدينا تغيير ولدينا الضبط ما الفرق بينهما التغيير هي أنها تزيد لك الإيقاع مثلا الإيقاع يكون مثلا عشرة وأنت تقول له زد لي عشرون يعني راح يصبح ثلاثون أما هذه لا تضبطه لك مثلا هو كان مئتين وتقول له مئة وعشرون يصبح مئة وعشرون هذه تزيد أو تنقص لأنك أيضا بإمكانك أن تضع قيمة سالبة مثلا نقص عشرون ليس عشرون بإمكانك أن تضع أي القيمة تريد فقط نحن أخذنا مثال عشرون أو نقص عشرون أما هذه الضبط معناها أنه يبقى ثابت وقلنا بأن هنا راح يأخذ قيمة من صفر إلى غاية مئة خمسمائة هذا الإيقاع هناك ليبدأ من صفر إلى مئتين وخبسة وخبسون يعني حجم الصوت هناك الإيقاع يعني عدد الضربات يعني في الدقيقة فهنا ماذا بإمكانك إما تضبطه أو أنك تزيد له في بعض الأحيان نحتاج أننا نزيد للإيقاع وليس نضعه في مستوى معين مثلا أنه يبدأ كل مرة يزيد في الإيقاع يعني السرعة يعني تزداد مع الوقت لذلك يعني راح نستخدم ماذا هذه اللبنة ممتاز الآن ننتقل إلى اللبنة الموالية بعدما تعرفنا هنا ضبط الإيقاع لدينا هنا النغمة بالنسبة للنغمة بإمكانك أيضا أنك تضبط الإيقاع الخاص بك يعني عن طريق الكسور هنا مثلا نغمة سابقا كانت واحد وأن تريد جعلها مثلا بطيئة أربعة يعني ضعف الواحد أربع مرات فرح تضعها بهذا الشكل وهذه رح تضعها قلنا دائما داخل منطق أو إذا أو رح تضعها داخلها وتقيس مثلا لديك التقطت نغمامة ووضعتها في ضرب ورح تقيسها معا هل يعني الإيقاع هذا هو مثلا قيمة أربعة هل هو واحد ممكن أنك تعين هذه القيمة إيقاع ماذا إلى صوت خاص بك الآن نذهب هنا إلى اللبنة الموالية وهي الإيقاع الضربة في الدقيقة هذه يعني رح تقيس بها يعني رح نقوم هذا بقياس الإيقاع يعني في الدقيقة الحالي كم قيمته فرح نقوم ماذا بعملية قياسها عن طريق هذه اللبنة الآن ننتقل إلى المجموعة الموالية وهي مجموعة ميلودي أدفينسد هنا بالنسبة لهذه هنا بيمكنك يعني أنك تجد نغمات جاهزة تقوم بعملية تشغيلها فمثلا رح نأخذ هذه النغمة هنا لاحظ معي بأنه رح يوفر لك نغمات يعني كل نغمة ولديها اسم فمثلا نختار هذه لاحظ هي جاهزة يعني هم نقوم بعدادها مثلا زيادة الطاقة لاحظ يعني دول حاجة إلى أنك أنت من تشكل النغمة فبإمكانك يعني أنك تستخدم من هذه وهنا أيضا لدينا ومكرر في الخلفية مثل ما شرحناهم سابقا الآن ننتقل إلى اللبنة الموالية لدينا إيقاف اللحن كامل هنا بإمكانك يعني أنك تقوم بعملية إيقاف الأصوات كاملة ولدينا هنا لبنة تشغيل موسيقى ثم تشغيل ملاحظ اللحن يعني رح يشغل موسيقى ونشغل لحن خلفها لحن يقصد بهذه يعني دادي ميرودي والآن لدينا في الميكروبيت النسخة الثانية هناك يعني لبنة تستغلك فقط في النسخة الثانية لماذا؟ لأنه تم تزود بسبيكر يعني بسماعات بخلاف النسخة الأولى التي لا تحتوي على السماعات فهنا آآ لديك آآ هنا قحقها أو يعني نفس الأصوات اللي يمكنك أنك تقوم بتشغيلها لاحظ فهذه أصوات جاهزة آآ بيمكنك يعني أنك تقوم باستخدامها في المشاريع الخاصة بك ولدينا اللبنة الموالية إذن في ميكروبيت اثنين هنا بيمكنك أنك تحكم أكثر يعني الصوت الخاص بك بيمكنك الضابطه يعني أنك تقوم بضبط الهيرتز كمل هيرتز الخاصة بك لاحظ الآن لو أشغل أرفع الهيرتز لاحظ أيضا بيمكنك أنك تحكم في تزيد تنقص آآ يعني آآ تفعل ما يحلو لك لاحظ فبإمكانك يعني الصوت الخاص بك تحكم فيه يعني آآ في التردد الخاص به يعني كما تشاء هنا أيضا بالنسبة لعملية التشغيل كم يشتغل لك إلى آخره هذا بالنسبة لدينا المحرر وهنا المعرض رح يزودك يعني هو بأصوات جاهزة أو يعني بترددات جاهزة فأنت راح تختار يعني التردد الذي ينسبه هذا بالنسبة لهذه اللبنة الآن ننتقل إلى اللبنة الموالية في الميكروبيت 2 لدينا هذه يعني آآ مثل ما شرحنا سابقا هذه اللي تكون داخل شكل هكذا بيضوي دائما ما نضعها داخل آآ منطق يعني داخل مقارنة أكبر أصغر إلى آخره فنقيس بها ماذا قيمة هذا الصوت هل هنا لك الصوت مثلا قمنا بقياسه هل هو مشابه له إلى آخره لديك هنا هل الصوت يستغل هذه أيضا نضعها داخل مقارنة منطق هنا مثلا أقول له هنا القيمة يعني الصوت الذي يستغل حاليا يعني هل هو أكبر هل هو يساوي هنا هذه تعطيك قيمة يعني صح أو خطأ يعني هل الصوت يستغل أو لا يستغل فهنا بإمكانك يعني أنك تقول له هل هي قيمتها true أم لا هذه لحسة لك أنك تضحى هنا بإمكانك أنك تقوم هذا بوضعها داخل if مباشرة هكذا وهنا إذا كان الصوت يعني هذا ماذا قم بمثلا إرسال إشعار أو تشغيل صوت أو أي شيء أو إظهار شيء في الشاشة فهذه تكون ماذا داخل إذا هل الصوت ماذا يستغل هذه ترصدها يعني في حال ماذا إذا كان الصوت يستغل يعني في المشروع الخاص بك الآن ننتقل إلى اللبنة الموالية في الميكروبيت 2 لدينا آخر اللبنة وهي تعيين مكبر الصوت هنا بالنسبة لك قلنا بأن الميكروبيت يعني النسخة الثانية هو مزود بمكبر الصوت هنا بإمكانك أنك تقوم يعني بعملية تشغيله أو عمليات إقافه حاليا نحن يعني في أقسام اللبنات فقط نستعرض لكم يعني هذه اللبنة وماذا تفعل ولكن كعمل هذه اللبنة يعني في المشاريع ما زال يعني سنقوم نحن بإنجاز العديد من مشاريع وسنريكم يعني كيف تقومون باستعمال جميع هذه اللبنات متى تستعمل هذه ومتى لا تستعمل هذه فإن شاء الله كنا قد افتناكم يعني بهذا الدرس الذي كان نوعا ما سريع وسنتقى إن شاء الله في الدرس المقبل لذلك لا تنسوا الاستراك في القناة وتفعيل زر الزرس ولا تبقى لنا بلايك حتى نقدم لكم المزيد وأنتقى إن شاء الله في الدرس المقبل إلى ذلك الحالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر